اهلا بكم جمعات الخير في القناة ان شاء الله كما تكونوا بخير وعلى خير يا رب العالمي الفيديو تعلهم على هذه الصورة اللي راهي يعني تدور بزاف في الفيسبوك وعبر طبعا مواقع سوشال ميديا كل شفتها في العديد من يعني الصفحات هذه الرسالة اللي صاحبها نشوف مسكين تظلم والعديد منكم كذلك هذه الرسالة واللي تقول لقد تمت عمل تسجيلكم بنجاح في صيغة عدل 3 رقم تسل سودي كذا وكذا المهم مدة من الزمن كما راكم تشوفوا لحقت رسالة اخرى قالوا نظر لتسجيلك الثاني الغير مصرح به قد تم إلغاء تسجيلك نهائيا كلكم شفتوا معي هذه الرسالة وهذا صاحب الرسالة مسكين راح سجل في وكانت عدل 3 عادي كيف وكيف الناس وقبلوا ومن بعد يكون منتباهش مسكين لأن الرسالة هذه الأولى ما وصلتوش في وقتها يعني في النهار اللي يسجل فيه طولت باهجة يعني بس وشلاتو ما وصلتوش في ساعتها يعني طولت ووصلاتو في وقت متأخر عليها نقول لكم بعد ما تسجلوا أصبروا شوية ما تسرعوش أعطيوا الوقت لأنه وقت التسجيل يا خيامة وشو محدد أعطوكم وقت مفتوح يعني لما تسجلكش اليوم تسجلك غضوة مش غضوة بعد غضوة يعني كحد أقصى بعد قبولك طبعا ما تسجلكش تم تم الرسالة أكيد يعني تكون فيها ساعات ولا يوم ولا يوم ونص على حسب يعني كل واحد كيفاء المهم هذا مسكين أبقى يكرر ويعاود يعني لحقاته الرسالة أخرى وهذه الثانية يعني قالوا له فيها أنه قد تم إلغاء تسجلك نهائيا هذه اللي ما نضههاش للناس كامل ونزل مش يتمبو المسكين أنه يعني يكمل يعني تحمل مسؤولية كاملة لأنه أصحاب الوكالة عدل المشريفين والقائمين على وكالة عدل والموقع هو السبب في هذه المشكلة كنا ننتظر طبعا منه التسهيل يعني المنصة الرقمنا هذه وسلاسف التشجيل والأمور الخاصة بالتشجيل أن صدمنا بواقع مر للأسف وخالوطة كبيرة الموقع دار أخطاء جسيمة وكبرى الناس كاملة شكات منه اللي ما ظهلهاش التسجيل اللي لحقها التسجيل وتعاود حتى يوقعوا في مشكلة الإقصاء أو إلغاء التسجيل نهائيا أخوتي هذا الفيديو رح تعكم حبيت نوصل نداءاتكم ورسائلكم لخليتها في القناة وعلى الفيديوهات كامل نوصل إن شاء الله رسالتنا للسلطة ورسالتنا توصل للجهات المعنية والقائمين على وكالة عدل ثلاثة أنتم مطلوبين اليوم نساء ورجال وكل من يهمه الأمر اللي كاني حبي يكون من ضمن هذه الفئة المقتتبين في عدل وصيغة ثلاثة عدل ثلاثة عفوا لازم أتخلوا رسالتكم توصلوا كلمتكم من السلطات المعنية هذا الأمر يهمكم ويهمنا جميعا لأن هناك مشاكل كثيرة جاتني في القناة ستقوني ما لقيت لهاش حل اندهشت يعني من الميساج وكما شفتمه معايا في أول فيديو ورح تشوفهم في سياق الفيديو ورح نعاودهم بها تشوفوا بعينيكم المشاكل اللي تعاني منها الناس وهناك الكثير والكثير يعني شي لا يعد ولا يحصل المهم راني نتكلم عليكم اللي سجلتوا اش حال ما المرة الف المرة مئة المرة منذ يومين منذ خمس ايام ست ايام وتسجيلتاكم لحد الساعة يعني ما بان عليه والو طبعا التسجيل تكون سجلت وتسجيلتاك راح مقبول عادي لكن الرسالة تقولوا اللي استنيناها تعد تأكيد هذيك ما وصلتناش هذيك اللي فيها طبعا رقم تسلسولي قلتولي ما لحقتناش يعني نعاودها ونكررها في اي لحظة قادر توصلك هذه الرسالة وتخبرك باللي راك مسجل اخلاص وانت كررت المحاولة كثر من مرة والف من مرة وممكن لعدد ايام ربما تكون انت من هذه الفئة اللي راح يقسوهم نهائيا اذا مطلوب منكم اخوتي برطجيو الفيديو هذا ماكسيموم وما تنسوش يعني ديرونا الجام على الفيديو باش يلحق اكبر عدد ممكن من الاشخاص هذا يعني هذي بعض المشاكل المكتتبين اللي حبيت نوصلها نوصل شكواكم وهذه اخرها راح نقراها معاكم اولا لازم نوصلوا رسائل الاشخاص هذو للجهات المعنية باش تتخذ يعني الاجراء تنتح نقرؤ المساج تعال اخت هذه على وكالة عدل غض النظر وعدم الغاء المسجلين لاكثر من مرة لان الخطأ في التطبيق وفي الموقع الذي لا يظهر لك انك مسجل الا بعد مئات المحاولات نرجو التفاهم وقبول التسجيلات من هذه الوكالة التي اتعبتنا وهناك العديد العديد من الناس نتمنى تقرأوا التعليق التحم يعني شيء يوجع القلب حقيقة وانا يشوفهم انتظلموا لانه علي لانه هذه المنصة اول مرة تتجرب يعني واول مرة يكون هذا الكم الهائل تعلموا سجلين عليها ضغط كبير كبير جدا جدا يعني حاجة لا يلام عليها ذاك المكتديب انما يلام عليها الناس اللي عملت هذه المنصة والناس والمسؤولين والجهات المعنية بهذه الصيغة انتعاد الثلاثة اذا ما طبينا نحط اليد في اليد لازمنا نوصل رسائل الاشخاص هذو لجهات المعنية نداعي لجهات المسؤولة والمعنية والقائمين على هذا الصيغة عدل الكاملة والوكالة والمشرفين تحمل وزنية لازم يتحملوا نتائج اخطائهم وجذنب هذاك الجزائري المكتدي بالمسكين اللي كان ينتظر في السكن يتقصى بسبب خطأ في رقمنا أو في البرمجة أو في وقت التسجيل الوكالة والمنظومة كلكم لازم يعني يعملوا حل وحل يكون سريع وبناء وهادف لازم يعني يتحملوا نتائج اخطائهم وجذنب هذاك المكتدي بالجزائري المسكين اللي كان ينتظر في السكن يتقصى بسبب خطأ في رقمنا أو الوكالة أو المنظومة ككل لازم يعملوا حل لهذا الناس لازم يكون قرار رسمي وما لازم يقصوا الأشخاص لسجلوا أكثر من المرة حابين تقصوا أشخاص ما تتوفرش فيهم الشروط أكيد هذا حقكم حقكم الشرعي فهذا لكن تقصوا الناس لبلا ذم وعلى جال سبب تافه يعني أنتم المسؤولين الأولين فيه نرجو تحفهم الوضع هذا ومعالجة هذا الأمر في أقرب الأجل تقبلوا منا كل الإحترام والتقدير والتوفيق للجميع كان هذا الفيديو تاني تنهر اليوم مطابية خيبتي توقفوا معنا هذا من أجلكم أنتم بش نوصلوا نيدعاتكم للمسؤولين إن شاء الله ربي يسمع مننا ومنكم وإن شاء الله توصل نيدعاتنا للمسؤولين القائمين على هذه صيغة تقبلوا مني كل الإحترام والتقدير والسلام عليكم والحمد الله وبركاته